السلام عليكم في فكرة عجبتني في كتاب الواف مراجعة نهائية السؤال لرقم 14 بيقولك في الشكل المقابل اذا كان طيار المقاومة 20 اوم لا يتغير عند غلق المفتاحين تكون قيمة المقاومة المجهولة قيمتها كام؟ حاول توقف الفيديو وتحاول تحل السؤال وبعد كده تكمل الفيديو وتشوف اجابتك صحيحة ولا لا وياريت اللي يحل السؤال ده صح اكتب لي في التعليقات طيب بالنسبة اللي عايز اشترك في كتاب الوافي وكتاب الوسام حل على الخاص يتواصل معايا على الرقم ده عشان يحضر الفيديوهات اونلاين تمام طب تعالوا كده نشوف حل السؤال هنتعامل معاه ازاي احنا دلوقتي بنقول ان طيار المقاومة 20 مش هيتغير لما هقفل المفتاحين طب والمفتاحين مفتاحين النظام هيبقى معاك المقاومة اللي هي 10 اوم ومعاك المقاومة 20 ومش معاك الار دي مش موجودة ومعاك بطارية البطارية دي قيمتها 60 هولت ويه جنبها مقاومة 50 اوم وخلصت دايرتك على كده ده والمفتاح مفتوحة طب انا ممكن والمفتاح مفتوحة اجيب طيار العشرين اللي هيدنه ثابت في الحالة غلق المفتاح هنقول الاي وهنا اللي ماشي فيه المقاومة 20 طيار كلي هقول 60 على مقاومات الدير ادي 20 و10 30 و50 يبقى 80 يبقى انت بتقسم 60 على 80 فيها 75 من 100 امبير تمام تعالوا بقى نقفل المفتاح هنقفل المفتاح ده هيبقى العشرة اوم متوصلة على التوازي مع السلك الفاضي هيبقى سلك الفاضي كده مش موجود المقاومة دي اتلغت بغلق المفتاح ستو هيبقى المقاومة دي على التوازي مع السلك الفاضي بادتلغي تمام وهيبقى معاك المقاومة 20 اوم اتوصلت معاها على التوازي المقاومة R ومازال طيار العشرين زي ما احنا حسبنا 75 من 100 تمام ونكمل البطارية اللي هي مزالة 60 فولت اللي هيغيرها يعني والمقاومة جنبها 50 تمام هنتعامل ازاي في المسألة دي اول حاجة انا عندي منطقتين هذه البطارية عندي منطقتين منطقة اللي فيها المقاومة 50 ومنطقة التوازي اللي هي بين مين ومين اللي هي بين العشرين والار طيب انا ممكن اجيب فرق جهد التوازي انا معايا هنا المقاومة 20 والطيار مازال فيها 75 من مية اجرب ايفو ار عرفت فرق الجهد هنا كام هقول 75 من مية في العشرين يطلع فرق الجهد هنا قمته 15 فولت 15 فولت جيب المنطقة دي خدت 15 فولت من البطارية اللي هي 60 يتبقى كام من الستين يتبقى 45 فولت ده نصيب المقاومة دي وبكده اقدر اجيب الطيار اللي ماشي في المقاومة 50 والحسن الحظ للطيار الكلي يبقى الآي توتل بالساوي الفي اللي هي خمسة واربعين على الخمسين هيطلع معاك الناتج تسعة من عشرة امبيل يبقى الطيار الكلي اللي طالع من البطارية دي كنته تسعة من عشرة امبيل عدى يبقى السهم ده بس عشان يبقى مع البطارية السهم ده كده عشان يبقى مع اتجاه البطارية ماشي مزبوط تمام عدى في المقاومة دي 75 من مية يعدي هنا بقية التسعة من عشرة يبقى طيار الار هيبقى عبارة عن تسعة من عشرة اشيل منها الخمسة وسبعين من مية هيطلع قيمة الطيار اللي معدي فيها خمستاشر من مية امبيل يبقى هنا في خمستاشر من مية امبيل تمام انا كده بالنسبة للمقاومة دي اعرفت فرق الجهد اللي في المنطقة واعرفت قيمة الطيار اقدر بسهولة اجيب الار هقول الار بساوي فرق الجهد بين طرفيها اللي هو فرق الجهد بين طرفين الفرع العلوي اللي هو فرق جهد التوازي اللي هو خمستاشر فولت على الطيار اللي ماشي فيها اللي هو خمستاشر من مية هيصبح قيمة المقاومة مية ام يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم به مية ام